السلام عليكم عزيزات الطالبات وعزيزات الطلاب مع الشابتر الثاني The Special Theory of Relativity أو نظرية النسبية الخاصة كما تعلمون ألبرت أنشتاين يعتبر مؤسس هذا النسبية الخاصة في الحقيقة هو الشخص الذي كان وحد الأفكار هناك فيزيائيون ورياضيون آخرون شاركوا في الرياضيات الميكانيكة هذه من بينهم مثلا لورنس مينكوفسكي وبوينكاري وأينشتاين كان الشخص الذي مثل ما عمل نيوتون هو الشخص الذي وحد هذا الأفكار ونظمها في إطار واحد إذن بالفراضيات اللي سوف نتكلم عنها لهم البوستوليت كانت في سنة 1905 وسنة 1905 تعتبر السنة الذهبية لأينشتاين لأنه في السنة هذه قام بثلاث أنجس ثلاث أفكار أساسية وكان لها إذن أثر جذري في الفيزياء على الفيزياء بالطبع ما ننساش أنه في سنة 1900 كانت الفكرة الأساسية الميكانيكا الكم من طرف بلانك إذن إذا ما ننساش هذا السنة سنة 1900 وفكرة ماكس بلانك في سنة 1905 إذن أنشتاين أسس النسبية الخاصة هي موضوع الشبتر هذا وداخل النسبية الخاصة هناك الفكرة الأساسية للتكافؤ ما بين الكتلة والطاقة وهي من بين الأشياء اللا عادية التي إذن يصعب للإنسان أنه يتقبلها أول مرة ومثل الفكرة هذه فكرة العلاقة ما بين الزمن والفضاء أيضا فكرة يصعب للشخص العادي أنه يتقبلها بسهولة زيادة عن هذه الميكانيكا التي هي النسبية الخاصة الميكانيكا الجديدة هذه كانت هناك وهذا نشوفه في الشبتر القادم الشبتر الثالث إن شاء الله وهي تفسير أنشتاين للفوتوالكتريك إفكت باستعمال فكرة بلانت اللي كانت إذن ظهرت خمس سنوات قبل وآخر شيء أنجزه في سنة 1905 وهو التفسير للحركة البرونية أو The Browning Motion وهذا لا يدخل في البرنامج إضافة عن هذا الأفكار هذه في سنة 1915 تقريبا إن شتاين غير أيضا فكرة أو نظرية الجاذبات إذن نظرية نيوتون للجاذبية اللي كان إذن كان لها تقريبا ثلاث قرون وأسس في مكانها ما نسميه بالنسبية العامة إذن هذا يعطيكم الفرق ما بين التسميات النسبية الخاصة موضوع الشبتر الثاني واللي هي إذن مجموعة الكنيماتيكس والديناميكس يعني ميكانيك جديدة أنجزها أنشتاين وبعد ذلك الرياضيات التي تنتج منها the resulting formalism معنى mathematical formalism is not much more complicated than نيوتون's laws إذن بطبع الرياضيات شوية صعبة إذا قارننا معادلات النسبية الخاصة ولكن الشيء المهم هو أن كل التنبؤات the predictions للميكانيك النسبية كلها حققت وثبتت في عدة تجارب التي كانت أنجزت في القرن العشرين إذن في البداية في الشبتر هذا وخاصة النسبية بمفهوم الفيزياء الكلاسيكية النسبية ليست مفهوم جديد وإنما مفهوم قديم في الفيزياء and then we show why Einstein proposed to replace it إذن من بين الأشياء نشوف المشاكل اللي ظهرت في الفيزياء الكلاسيكية من جديد we then discuss the mathematical aspects of special relativity وخاصة إذن الجانب الكنيماتيكس وجانب الديناميكس بالقوسين سوف نعالج جانب الديناميكس ليس باستعمال القوة وإنما باستعمال مبادئ الحفظ إذن حفظ الlinear momentum وحفظ الطاقة من حيث الجانب هذا في الحقيقة قانون نيوتون الثالث لهو القوة تساوي الكتلة مضروبة بالacceleration هذا القانون Einstein لم يغيره ولكن فقط ليتغير الداخل هو مفهوم الكتلة ومفهوم المومنتوم اللينير مومنتوم وهو P و the predictions of the theory and finally the experimental tests ربما نتكلم عنها وجيزا وليس بصورة مفصلة تخards وليس بصورة مثل وليس بصورة مف Hollywood ربما نتكلم عنه